اشتركوا في القناة على صالة مدينة خليفة رياضية تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والذي ينظمه الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون والشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة واتحاد القتال الشجاع حيث يشهد إقامة النسخة الخامسة من بطولة العالم لهوا لفنون القتال المختلطة للكبار والشباب وإقامة النسخة الثامنة عشرة من بطولة القتال الشجاع بريف وقد وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة اللجنة المنظمة باعتماد نزال ودي في افتتاح الافتتاح لمنافسات اسبوع بريف الدولي للقتال يجمع بين سموه واللاعم محمد بوهزاع في مبادرة جميلة وغير مسبوقة من سموه في إشراك ذوي العزيمة ضمن منافسات هذا الحدث العالمي وكان سموه قد تفاعل مع التحدي الذي أطلقه اللعب محمد بوهزاع في إحدى اللقاءات عبر وسائل الإعلام المحلية عبر حسابها الرسمي على برامج التواصل الاجتماعي والذي طلب فيه خوض نزال مع سموه وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة سعداء بتلبية دعوة اللاعب محمد بوهزاع وهو أحد أخواني من ذوي العزيمة حيث وجهنا بإقامة نزال ودي يجمع بيني وبينه في افتتاح اسبوع بريف الدولي للقتال ويعتبر هذا النزال باكورة مبادرتنا التي تحمل اسم الأبطال كي اتش كي هيروز لدعم إخواننا من ذوي العزيمة في مختلف المجالات لسيما على المستوى الرياضي للراغمين من ممارسة رياضة فنون القتال المختلطة فقد حرصنا على إشراك اللاعب محمد بوهزاع في هذا الحدث تحقيقا لحلمه بممارسة هذه الرياضة والمشاركة في بطولة دولية فهدفنا دائما أن نسخر الرياضة لتحقيق الأهداف التي رسمناها لدعم هذه الفئة المميزة وتابع سموه أن جهودنا متواصلة لرعاية ودعم ذوي العزيمة في مختلف المجالات فهم يستحقون من الكثير وهذا الأمر يدفعنا دائما أن نكون بجانبهم ونحقق لهم أحلامهم وأمانيهم من خلال مبادراتنا التي نطلقها والتي نرسم فيها الأهداف التي تتوافق مع توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في توفير كافة سبل الدعم لهذه الفئة لتكون قادرة على العطاء والمشاركة في تنمية وتطوير كل المجالات